اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على كل السنين يعني نجوزين بقنا تسع سنين وشوية فمتقبل الوضع وهي نفس الحكاية بتقول لي فقالها نكلمني النهاردة في الشجر الطبيعة عملها والوضع كذا 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 مثلا عندنا بكرة في مواضيع مهمة برضو مثلا ساعات بتيجي الكلمة بتقول لي في حد من الأصدقاء عندك على الفيسبوك بعتلي تعرفوا كويس قبلوا ولا لا حرفا وقبلتوا قبل كده بتقولي أنا قبلت كذا كذا على الفيسبوك ايه دكتور عامل بقى المشكلة في الحاجة الجميلة دي دلوقتي حضرتك لو الدكتور محمد خد زبونة من الزباين العيادة طاعت السنان بتاعته طاعت السنان ولقيتهم قاعدين في كازينو هنا بياشربوا لموناتا مع بعض دي مش صداقك وقال ممكن تسكوتي لو سمعت مش صداقك دي صداقك وقلت معايا في المدرسة قابلتها بعزمتها على المدرسة لو أهود مش حاببت داية لأي مدى بتقبالي إنه ممكن يكون في علاقة لي مع صديقة خارج إطار العمل وايه حجم الكلام اللي ممكن يقال مباح وايه غير المباح بوست حولي حجمها هي انا وجهة نظري وزي ما هو قال ليميتد يعني هو دكتور فهو لو هي زبونة يبقى في إطار العيادة خارج معايا خارج معايا أكيد عنده أسباب حاسمع الأسباب بروفو علي مش هاعترض حولي حاجة على الحاجة هي ثقة انا شايفانها ثقة جدا يعني قالك دي صديقتي قالك أنا خارج بصي قرفت إن في واحدة صديقة ثابتة بقى اسمي ثابت قلت لي اسمها إيه بره صديقة ثابتة أنا واحدة فيهم قالك صديقة ثابتة عندي صديقة ثابتة وبفرج معها بقى حسر معها النهاردة نتعشر مع بعض النهاردة هعدي عليها هتلا عندها مشوار حوصلها عجبها لا لو حاجة زيدة لو حاجة زيدة عن الحد وحد معين لو مركز من حد معين لا طبعا هتبقى حاجة ملفتة جدا لا خلينا أقول لحضرتك يعني مثلا لو أنتو لما جيتوا تتجوزوا تمام من البداية هو أريدي عنده مثلا صديقات دور زي إخواته تمام ومعرفك عليهم يعني صديقات أنا ما عنديش مشكلة في القول برضو إخواته داني برضو تاني إنتي تاني إنتي تاني إنتي برضو إخواته تاني زميلاته درما اسم الأب هنا مختارب عن اسم الأب هنا يا أشخاص أنا أعرفك طيب معرفك عليهم ما أنا أقول حيك لو عدد كبير أنا ما عنديش ميلة إنما لو مركز مع أحد وإنما هي الفترة اللي فاتت تعرفت على كتير أول من صديقاتي ده فترة اللي فاتت يعني أيها المشكلة فيها لو عدد كبير يا حضرتك أنا بش شفر فيها مشكلة ما أنا مش دكتور سنان بس برضو يعني وعنا اشباطنا استغل بطنه ربما مع السلام عبرال النساء مع السلام